الله يسعد أوقاتكم بما أنكم دخلتم على الفيديو فمعناته أنه أنت عطشان وبدك كوباية عصير تروي عطشك من حر الصيف أو عطش رمضان يلا تعالوا ما تتأخروا ولا تترددوا أنوا تشوفوا الفيديو للآخر وتشوفوا أنا شو عملت ثلاثة أنواع عصير وكل واحد أطيب من الثاني إذا أول مرة بتشوفوني أنا أم خالد أكد رح تحبوني وما تنسوا الاشتراك واللايك عندي هون أول شي حابت أبلش بأمر الدين اللي ما بعرف أمر الدين فهو مش مش مجفف ومتوفر أكتر شي بشهر رمضان محب ناكله هيك أو نعمله عصير فأنا جبت باكات من أمر الدين ونتفته تنتيف إذا حساتي تنتيف وصعب فتذكري حدا متضايقة منه وفشي خلقك بأمر الدين ونتفه تنتيف وحطي عليه لتر ونص من مي السخنة بهذا الوقت أنا بدي أجهز للتمر هندي التمر الهندي عندي باكات حابت أخذ نص الباكات بس وحطت عليه لتر من المي السخنة وغلاته عن نار عشر دقايق هاي أسرع طريقة للتمر هندي وهون صار الأمر الدين ما شاء الله جاهز وشوفه بعد ما نقعته نص ساعة لأمر الدين صار هيك بشهر وحطت عليه نص كاسي من السكر وتقدر أنه تستغنوا عن السكر لأنه أمر الدين تير حلو وهيك بعد ما خلطته بالخلاط وصار جاهز أمر الدين شوفهولي على هاللون وعهالقوان بشهر القلب وبرو العطش وبالصيف ما تنسوا تحفظوا الفيديو لرمضان وهلأ هون التمر هندي بعد ما غلاته عشر دقايق عن نار وصار هيك داب بتقدروا أنتوا تعملوا بطريقة تانية أنه تنقعوا من قبل بيوم ما يسخني كمان بفشفش معكم بدنا نعملوا على مراحل صفنا أول مرحلة وهلأ أنا هون عندي مجهزة لتر من المي لمساقعة متلج متلجة يعني حطا فيها تلج لحتا برده بنقدر نكمل فيه للنهاية لأنه ما بدنا نهاية السخام بدنا نخلصوا كر مراحلو هلأ هون بعد ما بردته بدي أعصره تعصيري بأيدي لما تكونوا نعينه كمان من قبل بيوم بيكون أسهل عليكم بس أنا عم بحاول أنه أعطيكم الطريقة السهلة والسريعة لحتى ما تتغلبوا برمضان هيك بعد ما عصرته أول مرحلة رح أرجع أصفيه مرة تانية لحتى يروح منه كل الشوائب الموجود يشوفوا ما شاء الله لونه تقدروا تخففوه إذا بتحبوه أخف من هيك وإذا بتحبوه أتقل من هيك كمان بتقدروا تتقلوه وما بننسى السكر كاسي واحدة وكمان السكر حسب الرغبة بتقدروا تقلله واللي رح يظهر النكهة أكتر هو ماء الزهر حتى تقريبا معلقتين من ماء الزهر وهلأ هيك صار عصير الطمر هندي المخصص لرمضان صار جاهز ما شاء الله شوفوا قوام الله مصلني على سيدنا محمد بتقدروا تعملوا هاي العصائر بنفس اليوم ما تتغلبوا أبدا حطوا بالبراد وألف صحوا هنا حبيبي هلأ عندي العصير الثالث والهو طبيعي 100% بشهه القلب ولأنه ما عندي عصارة رح أعملكو إياته بالخلاط أشرت الجزر وقطعته وحتته بالتنجرة وحتت عليه ماء وبدأ أغليه عن نار لحتى يستوي الجزر ويدوب دوب ممنى نكتر كتير ماء تمام وعندي البرتقال تقريبا عندي تقريبا كيلو ونص تقريبا نكون جاي ببرتقال بدي أعصرهم لحتى بهذا الوقت لحتى يكونوا الجزرات صاروا مستوين نكون احنا عم نجحز لباقي العصير هذا العصير أنا متأكدة كمان رح يعجي بالكل هيك الجزر صار مستوي ودايب دوب نحطه بالخلاط مع ميته ما ضل فيه كتير ماء ينتفي حطت عليهم ثلاث كاسات من عصير البرتقال بالتدريج بدي أحطهم بالخلاط بالتدريج لحتى ينخلطوا معي الجزر منيح وعصارة نص حبة ليمون مع لقتين سكر تحبوا تزودوا السكر أكتر كمان زودوا بس هيك السكر تبعوا مركز والسر بهاي النكهة لحتى تقوى النكهة معنا البرتقال حطت لب البرتقال اللي بتلعب قلب العصارة بس مندوم بزر وخلطا وهيك صاروا جاهزين ويا سلام مع هالقوام بشي بيشاهل قلب فعلا اتمنى عن جدي تجربوا ثلاث عصائر وتدعولي برمضان الفضيل ولتلاتي أشهى من بعد والف صحة وهنا ويلا باي